برعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة تم الاحتفال بتعافي أربعين مريضاً من محاربية السرطان بعد أن تلقوا علاجهم بتقنية الإشعاع البروتوني في الولايات المتحدة مع تطور الطبي واكتشاف أساليب متطورة في علاج مراض السرطان حرصت مملكة البحرين على أن يحظى أبناؤها العلاج الأنسبة والأفضل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أكد أن مملكة البحرين سعت دائماً وأبداً إلى توفير الصحة المتكاملة لأبنائها مشيراً إلى أن الحكومة اختطت منهجاً واضحاً وصريحاً في تطوير مركز الأورام بمركز السلمانية الطبي الحقيقة إدخال مثل هذه التقنيات المتقدمة في البحرين شيء ضروري جداً لأن هذه الحقيقة يجزب كثير من المرضى من المنطقة ويزيد السياحة العلاجية في البحرين بإضافة لأنه يوفر أهل البحرين العلاج بأحدث الوسائل في وطنهم وهذا الشيء الحقيقة نشجع عليه والحقيقة نشكر الشركة التي ستنشئ هذا المشروع لأن المشروع حقيقة أوقع المراكز المواثلة في العالم قليلة ولذلك وجود واحد من البحرين فيه يكون فرصة جيدة في إطار متبعتهم لسير العلاج من المرض نظمت شركة S.A.H. العالمية لعلاج مرض السرطان ملتقاً خاصاً للاحتفال بالمرضى المتعافين من المرض من مملكة البحرين بعد تلقيهم العلاج في مقار الشركة بالولايات المتحدة نحن هنا لرؤية المرضى الذين قدموا إلى فرجينيا في الولايات المتحدة لتلقي العلاج وخصوصاً على أطفال لعلاج مرض السرطان ونحن نأتي إلى هنا سنوياً لضمان أنهم على ما يرام بعد تلقي العلاج استقبلنا في مركزنا بالولايات المتحدة الأمريكية العديدة من المرضى خلال السنوات الخمس الماضية ونتطلع لبناء مركز هنا بالبحرين ونقل هذه التقنية إلى منطقة الخليج العربي لأول مرة وفي ملفت رئيس المجلس العلى للصحة إلى أن شراكة وزارة الصحة مع S.A.H. جلوبل لعلاج العديد من البحرينين من هذا المرض لهي خطوة موافقة ومباركة لتحقيق المزيد من التكامل بوجود طاقم طبي متميز وتم خلال الملتقى إعلان تدشين مركز لعلاج السرطان بتقنية البروتون في البحرين وستتم البدء في إنشائه قريباً ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال عامين باستثمار من بنك البركة الإسلامي وما ذلك إلا إيماناً منها بالدور المنوط بها لحماية ورعاية صحة المواطن البحريني أي كان خطوة للقطاع الصحي نحو الأمام لتوفير خدمات أفضل للمواطنين وبالتحديد لماذا السرطان ولتعزيز السياحة العلاجية في المملكة لتلفزيون البحرين أحمد البلوشي ترجمة نانسي قنقر